الفن السابع أو عالم السينما والأفلام يعتقدون البعض أنها وسيلة للترفيه أو قضاء الوقت أو لإثارة أفكار مثيرة للجدل أو ربما يعتقدون أن الهدف منها ليس سوى جني الأموال من شبابيك التذاكر طبعا حديثنا سيكون عن المقاربة ما بين الفن السابع السينما والشاشة الصغيرة التلفاز وكيفية تأثير هذه التقنيات على حياتنا وكيف وجهت فعليا الرأي العام موضوع نقاشنا مع ضيفنا في الأستوديو الإعلامي والبحث في مجال السينما والتلفزيون الأستاذ يوسف حمدان أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف أهلا وسهلا أستاذ صباحك أهلا وسهلا يعني بداية أستاذ يوسف خلينا نرجعك للزمن الجميل لا بدنا نرجع لما أننا عم نحكي على السينما خلينا نحكي عن السينما تاريخها قديش كان الأهمية ودور بالزمن الماضي على المجتمع إذا بدنا نحكي عن السينما كوسيلة للترفيه كما هي بدأت بدأت نخبوية بالمناسبة وبدأت مع عروض ليست ذات مضمون مهم بقدر ما هو مساحة لأن يلتقي طبقة معينة من الناس في فضاء معين فيمارسه التقوس من العلاقات العامة وشيئا من المشاهدة في فرجة فكانوا يشاهدون القطار وهو يدخل إلى المحطة يعني المضمون ليس شيئا كبيرا لكن انبهار التقنية وصورة كبيرة أمام الناس في مساحة تعطي قدرة على التواصل والعلاقات العامة فكان هذا هو المنطلق والمنشأ اللي دخلت فيه الشاشة الكبيرة إلى الناس وإلى المجتمعات بعد فترة مع الوقت لم يعد حكرا هذا الفضاء أو هذه المساحة لشاشة الكبيرة على فئة معين من الناس وبدأ ينتج منتج لصالح جمهور معين فأصبح معادلة جديدة أن الجمهور يؤثر فيما يعرض على الشاشة الشاشة كانت وسيرة للترفيه للفرجة للتلقي من طرف واحد بمعنى أنها تعرض نحن نشوف إعلان في الزمن الجميل فإعلان لفيلم ونتفرج على ما ستعرضه على الشاشة وليس لدينا أي فرصة لأن نبحث في محفظتنا عن شيء أو نلتفت يجب أن نبقى مركزين تحت سطوة الصورة ما تؤثره الصورة في صناعة الوعي وصناعة العقل والذهن وتخرج أنت من هذه الحصة من المشاهدة تحت تأثير الصورة الكبيرة والصوت والحركة كل هذا في خليط مع بعض والفكرة التي يريد إيصالها المخرج تحت تكثيف من القصف الصورة على الذهن فتفقد قدراتك على النقد على التمييز على التحليل على معالجة الفكرة هذا كل اختلف بعد ما خرجنا من الصورة للشاشة الكبيرة إلى الشاشة الصغيرة وأصبح يمكنك ومن الصغيرة إلى الرقمي أصبح يمكنك أن تقف وترجع قليلا بالفيلم وتفكر وتحلل وتخرج من تحت التأثير ثم تعود تستكمل لأنه أصبح عندنا في الشاشة الصغيرة هناك لغة للصورة صحيح هناك كنا ساعتين نشاهد لا يمكننا أن نفعل شيء سواء نشاهد في التلفاز أصبحنا هناك 25 دقيقة في قواعد وفي إعلان فتخرج تتنفس وتعود وتفكر ثم في بعد الإعلان هناك عودة مرة أخرى في نشرة أخبار على رأس الساعة فدخل الإخبار على الفني أصبح الشاشة الصغيرة ليست وسيلة فقط لعرض ذاك الفيلم في مضمون الفني أو في مضمون الإبداعي أو في مضمون الفكري أو مضمون الفلسفي لا هو شيء بين شيئين بين الأخبار وبين برامج الواقع والمجتمع وبين الفن فالعلاقة بين الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة مربوطة شئنا أم أبين بالتطور التقني ومربوطة أكمل الجملة فقط ومربوطة أيضا بعادات الناس في التلقي مهم جدا هذا أثر في مضمون ما تقدمه لنا الشاشة الكبيرة وأثر أيضا في عادات الناس في تلقي المحتوى لم يعود الناس مع كثافة ما هو موجود يتقبلون ما هو موجود زمان كان لدينا كم خمس ست سبع قنوات بيجوا على الكابل الصغير وإحنا لدينا اختياراتنا محدودة بينها في الفضاء إختلفت الأمور وكذلك في السينما كان فيه دار سينما واحدة تنتين تلاتة وتعرض علينا مجموعة من الأفلام إحنا مجبرين بمشاهدتها اليوم لا في نتفليكس إذا بدنا نقفز قفزة زمنية كبيرة وأنت تحدد ما تختار وماذا تختار وتفاصيل كثيرة مرتبطة بتقنية طيب يا أستاذ يوسف ما بين هذه النقلات النوعية أنت ذكرت كلام خطير جدا كيف أن التقنية تؤثر بشكل أو بآخر على عادات الإنسان في التلقي في الماضي كان الإنسان متلقي للصورة حدثنا عن بعض الأمثلة من خلال بعض الأمثلة كيف سطوة الصورة في الماضي أثرت بالفعل على توجيه الرأي العام حتى فيما بعد ننتقل الآن للحاضر إذا بنحكي على الشاشة الكبيرة إحنا كنا أمام أفلام طويلة المدى طويلة الزمن مدة الزمنية إن صح التعبير يعني مثلا أيام الأبيض والأسود من الأفلام التاريخية رشامون رشامون فيلم ياباني بيتحدث عن الحقيقة ما الحقيقة؟ هناك مقالات فلسفية في تلك الفترة الزمنية تتحدث عن الحقيقة وما هو وراء الحقيقة وما هو الحق وما هو الصح وما هو الخطأ جاء الفيلم في ذاك السياق الزمني والتاريخي ليعالج هذه الفكرة ويثير قضية مقتل الفتاة في غابة وما هي الحقيقة؟ هل قتلت؟ هل قتلها أشخاص؟ هل قتلها زوجها؟ هل قتلت بدافع الشرف؟ هل قتلت تدافع؟ وكل هذه الأسئلة حوله وينتهي الفيلم دون أن يطرح إجابة فهو يطرح سؤال ما الحقيقة؟ فيجعلك تشاهد تتبنى موقفاً معين ثم تتبنى موقف آخر ثم تتبنى موقف ضده ثم تخرج لا تستطيع أن تحكم على شيء يفقد قدرتك على التمييز هذا فيلم مدته تقريباً ساعتين وهناك سلسلة من الأفلام معروفة عبر التاريخ كانت تؤدي إلى منهج معين أو فكر معين تريد أن تزرعها وتغيرها في الجمهور بالمعنى الإيجابي والمعنى السلبي أنا لا أتحدث عن موقف منها بقدر ما أحاول أن أعطي توصيفاً أو تشخيصاً لتلك الوسيلة كيف كانت تفعل في الجمهور سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير فيما يعرض على الشاشة الكبيرة هو خطاب موجه بطرف واحد يفهم لغة الجمهور ويفهم احتياجاته ورغباته في إطار ثورة رأسمالية صناعية فهو يؤدي للناس وجبة وأصبح هناك نموذج الهليودي معروف نموذج الهليودي أنه لازم يكون فيه في الفيلم ووصفات معينة لازم يصير فيه مقدمة كان يمكان على مستوى القصة فيه حدث قادح فيه الشخصية المساندة فيه الشخصية الضد فيه تنامي الأحداث فيه سقوط البطل ثم فيه الهبي إنت فيه النهاية السعيدة لازم تكون فيه هذا النمط والناس متفاهمين مع الشاشة والشاشة متفاهمة مع الناس أنه هذا لازم يكون هيك البطل ما بيموت ما في إمكانية البطل يموت حتى لو مات هم عارفين أنه حيموت حتى هذا زمان واليوم اليوم نتفرج مثلا على مسلسل قيامة أرتغرول قيامة أرتغرول وأمس كان حلقة الأولى من قيامة عثمان نفس القضية لما تصبح من مستوى من الاتفاق بينك وبين الجمهور أنه حتى لو مات البطل عندك ثقة أنه حيجي ابن العربي حيجي حد حيصير في حل يعني المخرج مش حيموت البطل فهذا وين صار؟ صار فيه ولا وعي نزرع حتى بلغة السينما وبلغة الصورة أنه هو فيه نموذج معين أنت وأنا متفقين عليه بنا نتفرج عليه هذا صنع عبر زمن صنع عبر التاريخ وعبر كثافة تلقي 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 طب أستاذ يوسف حاليا أنت ذكرت عن الماضي وسطوة الصورة في الماضي وأيضا بعض من الأمثلة الحاضرية لكن ذكرت نقطة أنه الآن هذه التقنية ساهمت في جعل الإنسان يساهم في النقد قدرة المتلقي على النقد كيف أثرت على مستوى الصورة كيف أثرت على تطور هذه الصورة بشكل أو بآخر وتطور المضمون هي الانتقالة كانت في الرقم الرقم لما رحنا من كابل إحنا ما لن نتحكم فيه إلى رقمي نختار خيارات كثيرة فأصبح التلفزيون تحدث عن التلفزيون تسألي عن التلفزيون صح؟ التلفزيون وحاليا يعني أصبح رد فعل أو التفاعل أو التغذية الراجعة اللي جاي من المشاهد مهمة في المحتوى فهو نسبة المشاهدة بتهمها زمان بالمناسبة كانت نسبة المشاهدة حتى إلى عصر قريب تحسب بماذا؟ بصبر آراء واستبانات تشاهد قناة الحوار ما هي البرامج التي تشاهدها؟ كم مدة تعطى؟ ما رأيك في برنامج كذا؟ استبيان رائعان يحدد أن هذا البرنامج يشاهد أو لا يشاهد حتى فترة قريبة حتى اليوم لكن أنا أعتقد أن في المستقبل ستنتهي هذه الآلية من سبر الآراء اللي فيها جزء من نسبية في حضور شخصية ذاتية عفوا الشخص الذي يعبئ هذه الاستمارة والمؤسسة والأموال فأنت بتدفع لي فلوس عشان أطلعك رقم واحد بطلعك رقم واحد كوسيلة مؤسسة سبر آراء اليوم مع التقنية أصبح لا الجمهور بدخل هل أنت مع السوشيال ميديا زي قناة الحوار حطى اليوم على الصفحة الرئيسية هل أنت تتوقع أن يكون هناك مستقبل للسوشيال ميديا ولا للتلفزيون فالناس بتقول رأيها تتفاعل والتلفزيون اليوم كوسيط كمادة كمحمل بكرة حيصيري قول يعني يسمح منك أن تعطي رأيي أنه لا إجلب المشهد هذا اختار المشهد هذا حتى في صناعة الأفلام نعم إذا إحنا اليوم بدنا نحكي عن علاقة بين الفيلم والمحمل اللي هو التلفزيون اللي بنعرض عليه الفيلم أصبح هناك حاجة يسمها السيناريو التفاعلي نعم يعني القصة لا تحتمل سردية واحدة وأن البطل سيعتقل أو سيسقط أو سيقع في حفرة يوصلك لمرحلة أنت كمشاهد تختار هل البطل يعتقل أم ينجو أم تختار فإذا نجى في سيناريو آخر يمشي وإذا اعتقل في سيناريو آخر يمشي ففي المشاهد له دور أصبح فيما يعرض على الشاشة فضلا عن أنه يختار قناة أخرى ويفتح فيلم آخر إحنا كنا في الاتجاه الواحد سينيما أو ميديا يعني نيوز كنا بنتفرج حتى النهاية ما عنا رأي لا اليوم لما بقول أنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك بقدر أمسك المؤشر وقدم فيه لقداما عشان أشوف الخلاصة اللي بدي يصالها يوسف هو قاعد بيحكي عشان أنا ما قدش أتفرج على كل الحكي فاللي قصدته أن التقنية اليوم أثرت على عادات الناس في التلقي أثرت على صانع المحتوى صانع المحتوى اللي هي القناة قناة اللي تصنع المحتوى صارت تصنع المحتوى وهي تعي أن المشاهد لم يعد طرفا سلبيا بل أصبح طرفا يمكنه أن يدعس ديس لايك يضغط ديس لايك ويدغط تعليق سيء ويكتب فبتالي هو يحسب حساب شو يعني هذا؟ يعني أنه لم يعد ينتج ما يريد أصبح ينتج ما يريده المشاهد وهنا أنا أعتقد أنها القطيعة الإبستمولوجية اللي هي الفارقة المفاهيمية بين أن يصبح مالك القناة هو مالك القناة وبين أن يصبح مالك القناة هو عبارة عن صاحب مشروع تجاري يريد أن يحافظ عليه وبالتالي الزبون دائما على حق فيه فرق كبير يعني هنا أنت عم تحكي عن وعي المشاهد وعي المشاهد أنه صار ظاهر بشكل علني ومؤثر طيب فيه نقطة بزمان أنت حكيت أنه كانت وهذا الشيء نحن بنعرف كانت محدودة القنوات إن كانوا حتى الأفلام هذا الفيلم أنت مجبور أنك تحضره حاليا فيه عالم واسع فضاء واسع لأنك أنت تختار برأيك أديش الوعي هون ظاهر عند المشاهد أنه هو يعني تماما أنه حتى هذا الفيلم يؤثر بشخصيتي يؤثر بأفكاري يؤثر ممكن بمجتمعي يمكن أن يصلي برسالة ما صار المشاهد قد برأيك بالفعل المشاهد يعني تماما أنه كل مشهد ليس عبثي هذا يحتاج إلى دراسة اللي هو دراسة الجمهور سيسيولوجيا الناس الذين يتفرجون كيف مشاهداتك ممكن يعني لا أريد أن أجيب لكن أقصد حتى نعطي إجابة دقيقة الجمهور الذي يشاهد هذا مجتمع المشاهد للأفلام حتى على الفضاء الرقمي في اليوم معجبي ورابطة محبي وسلسل فلاني ومشاهدي صح ولا لا موجودين مجتمعات وفعادات هؤلاء المجتمعات في اختيار وتفضيل ما يشاهدون هذه تحتاج إلى دراسة وإلى فهم لكن لا ننكر من خلال المشاهدة كما تفضلتي أنه اليوم بيقول حابب أتفرج على فيلم رعب بيكتب على السوشال ميدا أنه حابب يتفرج رجح حولي فيلم رعب هو داخل ومتفق مع نفسه ومتصالة فهو بدي يتفرج على فيلم أنا حابب فيلم رومانسي أنا حابب فيلم أكشن الأنماط اللي هي نقولنا تيبيولوجيا الأفلام أنماط الأفلام اللي اليوم موجودة على المستوى الفني وعلى مستوى التقني وعلى مستوى لغة الصورة وعلى التقني حابب أتفرج على فيلم قصير حابب أتفرج على وثائقي حول كذا هذه الأنماط أصبحت معروفة للناس والناس تحدد رغباتها وتختار قلت أن العالم الرقمي اليوم تواجدنا في لحظة زمنية فيها هذه الثورة الرقمية التفاعلية أصبحت تعطينا مساحات من الاختيار عديدة وكبيرة والناس إن لم يعووا أو بوعي أو بغير وعي يتفاعلون معها يتفاعلون بمعنى أنه يصبح يختار وبالتالي البضاعة تعرض إن صحك بضاعة في المنتج الفني والثقافي البضاعة تعرض وفقا لرغبات المشاهدين فتصنف الأفلام بناء على ذلك وتصنف المواد انها اجتماعية ولا أكشن ولا إثارة ولا ألغاز وبالتالي المشاهد يدخل بحالة نعم بحالة ما من الوعي أو بمستوى من الوعي يدرك من الذي يشاهده وهو اتفاق وإحنا في النهاية دخلين نستمتع لازم استمتع نعم طيب مؤخرا بما أنه عم نتحدث عن تأثير ومضمونة أيضا للأفلام والسينما مؤخرا أخرى انتشر بشكل كبير مثلا فيلم الجوكر ويعني كثير من الناس تأثرت معه على الرغم من وجود أراء نقدية لكثير من مشاهد هذا الفيلم على الرغم من أنه يدركون أنه فيلم بالضبط برأيك هذا الفيلم نجح لأنه يحاكي بشكل أو بآخر رغبات الجمهور الرغبات الجمهور السابقة خلال سنوات الثورات وهذه الفوضى والانقلابات السابقة هي التي أترت وأنتجت محتوى الفيلم الذي يعتبر مغايرا نوعا ما لكل الأفلام التي تحدثت سابقا عن الثورة والفوضى والبطل وما إلى ذلك هو هذا سؤال جوهري يتعلق بما هو الجمهور من هو الجمهور اليوم الجمهور هل يريد أن يرى نفسه في الشاشة وبالتالي إذا وجد فيلما يحاكي ما يعيشه هو وبالتالي هذا الفيلم ممتاز لأنه بيحكي تقريبا الواقع بيحكي عني بيحكي عني بضبط أنا أجدني فيه وبالمناسبة أجدني فيه ربما أجدني الضحية ربما أجدني البطل ربما أجدني تلك الشخصية الثانوية في الفيلم قديش بيقدر المخرج يوجد في فيلمه هذا المزيج من المجتمع بخصوصياته الاجتماعية والسياسية واللحظة التاريخية الموجودة اليوم أعطيكي مثلا مثال الفيلم اللي فاز في أوسكار قبل مجموعة من ساتف The Revenant The Revenant العائد نعم اليوم العائد يحكي عن قصة تحت اليوم؟ نعم العائد يحكي عن قصة بدائية بصراع الإنسان مع الطبيعة نعم مع الدب وإنسان مع دب ويختبئ في حصان صح؟ صحيح واخد جائزة معتبرة إن صح التعبير تريد أن تسألي شيئاً على؟ لا أنا بسمع لك أخد جائزة معتبرة وتقييم وتصنيف وفاز وأنت بتتفرش فيه وتتماهى مع أنه ما بحكيش عن واقع اليوم فليس المعيار أنه إذا الفيلم الجوكر أو غيره بيحكي عن واقع اليوم فهو فيلم سيحظى بشعبية كبيرة وبالتالي تصبح اليوم الوثائقيات أو الفيلم الروائي هو انعكاس للواقع إذا في فيلم بحكي عن انعكاس للواقع هذا سيكسر الدنيا والناس لا ليس بالضرورة إلى أي مدى الفيلم يستطيع أن يعالج الفكرة بطريقة يتماهى معها الجمهور فيجد أنفسهم فيه بيقدري هو يحظى على قل بمستوى معين من المتابعة يضمنها أن الناس ستشاهده هذا نفسه إسحبيه على أرطغرول كمسلسل وإحنا اليوم بنبث من تركيا وبالتالي على قل نشاهد ردود فعل الناس وكيف أنه كان يوم الأربعاء الناس تكون زي طوق يعني زي منع تجوال لأنها تشاهد لأنه الناس تجد نفسها فيه تجد نفسها في تلك التفصيلة من الخيانة من القريب من الطعنة من البطولة من هذه المفاهيم اللي هو بعيشه في المجتمع لكنه لم يحكي عن اليوم هو حكى عن التاريخ بلغة اليوم حكى عن الماضي فحاول يخلي حاضر للناس موجودة على الشاشة وين كان بقالب الماضي فنعم الجمهور وواقعهم يؤثر على الشاشة والشاشة اليوم تؤثر في صناعة الوعي هذا سؤال عميق أختي إسراء في من يصنع وعي من؟ من يصنع وعي من؟ هل الجمهور هو الذي يفرض؟ من الذي أصبح يؤثر؟ أيها هل الجمهور هو الذي يفرض ما يعرض على الشاشة؟ اليوم في مسلسل أحد أكبر تحديات مسلسل قيامة عثمان أن الناس أصبح لديهم سقف هو ما شاهدوه من جودة فنية ومن أدائية للممثلين وللحبكة ولدرامية وللقصص في المسلسل يريدون أن لا ينزل السقف عنه ممكن نحكي العلاقة أصبحت تبادلية نعم أصبحت سوق وأصبحت سوق مفتوحة وأصبح رأي الجمهور يؤثر في ذلك وعدات الناس في التلقي تؤدي في ذلك حتى أختي على مستوى العرض اليوم كان زمان كل 20 دقيقة تلفزيون يوقف ويعمل إعلان طويل الحلقة الأولى بوثة أمس كان فيه إعلان آخر نمط آخر اللي هو إعلان البصري فقط على الشاشة يمين ويسار لكي يبقى الفيلم متصلا في زمن أقصر للمشاهدة بدلا ما كنا من الساعة 10 إلى الساعة 12 بالليل في ساعة واحدة تفرج كل هذا ليش؟ لأن المشاهد أصبح يمل قصير البال زي ما حكى ضيفكم السابق أستاذ عبد الرحيم على الشيخوخة المبكرة للجيل نعم أستاذ سكام عبد المعين صراحة طيب بكل الأحوال شكرا كتير لك نحنا دائما نعاول على وعي الناس فعليا بكل شيء نحنا نتلقى بأي أن يكون في عالم واسع ولكن الوعي هو الأهم دائما أنا اسمحي لأختم بشغلة سريعا أنا مش متفائل كتير مع تلفزيون حقيقة وأنا أعتقد أن التلفزيون كفيزيائي كمنتج فيزيائي حتمية الاندثار سيواجهها وأعتقد أن السوشيال ميديا سيبتلع التلفزيون كوسيلة واليوم إحنا صح بنعمل الحلقة هذا على تلفزيون بس بنروح بنشوفها على السوشيال ميديا أكثر ما بنشوفها على تلفزيون وهذا تحدي كبير أمام مؤسسات التلفزيون صراحة نستمتعنا بجهودك معنا شكراً كتير لألك الباحث والإعلامي يعني بالطبع يوسف حميدان شكراً كتير لألك أهلاً بيكي أهلاً نحن مستمير معكم لكن فاصل راجعين فأكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر